موسيقى موسيقى بحيكم مشاهدي ومستمعي صوت لبنان أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من البرنامج الطب الاستشاري كلينيك انطلقت الحلقة وتستمر لغاية الساعة 2 بتوقيت بيروت التحيات مني أنا توني هيكل وفريق العمل طبعا موضوع طب جديد منتناوله مع ضيفنا يلي بيطلع ليكن أغلبية أيام تلاتة الاختصاصة في أمراض القلب والشرايين دكتور توني نعمة أهلا وسهلا فيك دكتور عبر هوا صوت لبنان أهلا فيك اليوم موضوعنا الأدوية الممنوع يتناولوها مرضى القلب والضغط طبعا أي حدا بحب يطرح سؤال استشاري على الاختصاصة في أمراض القلب والشرايين دكتور توني نعمة أرقام صوت لبنان مفتوحة أمامكم 01325555 76611003 أو 005 رقم الواتساب فيكن تبعتوا على رسالة مكتوبة أو تتصلوا أدر المستطاع نتجنب الرسائل الصوتية فقط الرسائل المكتوبة والاتصالات على رقم الواتساب وهو 76611001 توني هيكل بحييكن وفريق العمل دكتور توني نعمة أهلا وسهلا فيك مجددا مرضى القلب والضغط في أدوية ممنوع يتناولوها لنبلش بمرضى القلب بس يتم تشخيص مطلق أي إنسان ويكون عنده خلل بالقلب تلقائيا تمنعه عنه أدوية مريض الجملة منك السؤال يعني كتير جيد أنا أصدته أنت رح بالطريقة بس تكمله ما فيك تاخد ولا دوا بلا ما تسأل حكيمك القلب حتى لو بدك تكتر ببنادول ونفس الوقت ما فيه دوا بالعالم ما فيه ياخده مريض القلب أو مريض ضغط ونفس الوقت ولا دوا لازم ياخده مريض القلب بدون الحكيم طبع ولا دوا الضغط دوا الضغط دوا الضغط المريض عنده ضعف في عضلة القلب بدك نقي في ادوية ضغط ممنوع تاخده عند مريض ضغط عند مريض ضغط إذا عضلة القلب عندك منيحة أو قوي كتير أو عنده قطشة إذا واحد عامل رسور عم بياخد دوا التهبات وعم بياخد انتبيوتيك ما فيه اي مشكل ياخد دوا سيلي بسلا عم بياخد شي اسمه انتي انفلاماتوار اللي انا كل هالحالة انا تركز على شي اسمه انتي انفلاماتوار يعني متل كان قديما اكتر شي معروف البروفينيدي اللي هو الانتي انفلاماتوار اللي كان البيل كل يعني عم نسميه انه صار قليل منه والفولترين وهالهالعائلتين هالعيال هالأصابة فيها جداد هاو دي ممنوع تاخدهن اكتر من خمس سنين بدون ما تشوف حكيمك القلب لان هاو دي اول ش يعدلو السضغط لكن هاو دي كيف يعدل spre guide لانو بيخلوا الملح يفوت عاجل جسم و ABD진 يعني اذا بدنا ناخد انتي انفلاماتوار مجبورين ناخدوان اول الش بانوقف الملح والريس، والمعلم طابعون هو الكورتزون كورتزون هو المعلم طابعون بنصح الكورتزون ويعب عليه الماي بيسبب الملح القوي اللي بيخلي يضايب الجسم هاو دي كم انتي انفلاماتوار نانستيرويد هيدا استيرويد هيدا الفرق بيناتهم اكيد فرق كتير كبير بالنسبة لغير شغلات بس المعلم طبعهم بتاعليهة الضغط وبتاعليهة السكري هن ستيرويد يعلي كورتيزون النون ستيرويد بيعلو اكتر شي الضغط معلو عليها بالسكري. يلي هاد ضوين نفس الوقت بيرايحوا كتير. نفس الوقت اوقات مجموين يخدوهم بس ممنوع يخدوهم مريض قلب او سكري او ضغط بلا ما يراجح حكيم واوقات نضطر نزيد ضواء الضغط حق gather TIPヤ حيث ذلك يف Tighter ملح من 소ض gente بشين تنزيد anti哎uflamatoide. هذه هي النبي اول. الانتي افلاماتوار كمان اذا المريض اهم الرسور او المفتوه عم بياخد بلاويكس او عم بياخدبات بلاويكس او اصبيرين مع بعضهم لقنا وهت رسور او بريلان تو اصبيرين او افين تو اسبيرين حيضا المريض ممنوع ملع باطاتا ياخد دروي اسم اول انته ا 1993 not steroid اذا quick soldier عم بياخد دويان سيالان. اذا اضطرين انا اعطيه هكذا هو بالقليلة ما ينوقف الاسبرين او نوقف البلافيكس عاليومين اللي بياخده. لانه هيدا بيدوبل او بتربل انك تعمل نزيف بالرأس اذا عندك شريان ضعيف. بتربل تعمل نزيف باي محل بجسم اذا عندك هالشريان ضعيف. بس البعض بيقول انه بياخد اسبرين يمكن لا يمنع تجلطات معينة. لا لا اسبرين واحده ما بيعمل شي ابدا. اسبرين واحده اذا في شي واحد عنده مشكلة بمحل بالبول في دم او بدرسه او بشي محل بيزدله شوية الدم بيبين له ايون. عم نحن اذا واحد عم بياخد اسبرين مع بلافيكس والطرق ياخد دواء اسمه انتي افلاماتوار. انتي افلاماتوار مثل البروفينين في الفولترين هاو دي العاديمين جدا والهالي هادي بعض فيه منه بس انه الهاوديكي. كل هادي العاية الجديدة او القديمة هاي ممنوع تاخدها مع دواء سيران اذا عم تاخد دويان. اذا عم تاخد دويان في طريقة تاخد الدواء. انك تسأل الحكيمة بيليق لك طريقة. عرض من اضطر نوقف دواء السيران كله. بشين عملية او بشين دواء اونتي افلاماتوار مجبور ناخد المريض عنده كتير واجع قوي. وساعتها في طريقة نعمل ابر بس اهم شي ممنوع تاخد تلاتة ادوية سيران مع بعضون. خصوصا بس ياخد اونتي افلاماتوار بيضرب المفعول تبع الاسبرين وتبع البلافيكس وتبع الابرين تا ضرب اتنين او ضرب اثنين او ضرب اثلاتة بقصة النزيف. ما انه علاعة ليش عم ناخد الاسبرين. الاسبرين انت عندك بعضة ما كنت يمبين نبينك كيه الاسبرين ازا بتقيم لك دم من خورك. ما انت عندك ضغط عو بittenزللك دم من خورك. وازا عندك شريان ضعيف عبنزللك دم من خورك. مش هو الاسبرين. ازا عندك مش شار لك الارحل الاسبرين، اطفال اللي هدوز الكير خفيف. اذا whats be the 자연 brought to the hospital. بخير احد احTA انت عندك ارحل الاسبرين وحاول ذواء. الاسبرين الي زشوف لك كياءه بكير. اسبرين للاغور ERP być 75 مليمايز. بشير هيك هيه مش هيه ما ينفضي من ع الانتبيوتيك. بالنسبة لادوية الانتبيوتيك ما في نوع انتبيوتيك ممنوع عند مريض قلب او مريض ضغط. انتبيوتيك لالتهبات الانتبيوتيك اللي يرجع مع الالتهبات بس الانتبيوتيك وللجراسيم. صحيح. المريض اللي عم بياخد دواء قلب او ضغط شو ما كان عم بياخد دواء? وشو ما كان عند حكيمة سنين في ياخد الدواء البده يا انتبيوتيك بلا ما يرجع لحكيمه. هون الحلو انه بلا ما يرجع لحكيمة. وما قالوا اي عوارد. مع الدواء للقلب لا. لو عوارد كأنتيبيوتيك. كأنتيبيوتيك. بس انا كمريض قلب ما في عندي اي مش يتاخد اي دواء من نوع الأنتيبيوتيك نهيئا. المسكنات فيك تاخد اي مسكن عند مريض القلب بدون مدرجة لحكيمك الا اذا الانتيافلاماتور اللي حكينا عنه الكورتيزون. المنومات. المنومات. في نوعين ممنومات. في انواع الرئيس طبعا هو الفاليون. واللي كل شي ديزيبين يعني. هيدا الدواء. هيدا الدواء. المشكلة طبعا من موطع تي عند المرضى مش القلب. كل مرضى عمرهم فوق الستين سبعين سنة. بيكون عضرة القلب عضرة الجسمي طبعا كلها سعوضعي. فيها عضرة الصدري. الفاليون وعائلة تقولش ديزيبين. هاو دي كل نسوا. هاو دي كل نسوا. بيخاففوا. ما فيقولها العضل فيه عند توقف نفس عند العمره كبير. بينها البقية الشغلات اللي مشهوين. الليكزاناكس الليكزوتانيل. كل هاو دي. هاو ما بيأسروا هي على العضلة. فيك تغطيه قد ما بدك حتى عند الرجل اللي عمره كبير. لو الرجل نفسه ساطحه لها ما بيأسره ضعفوا له عضلات الصدر. هاو دي مش لانه مريض قلب ما فينا عطيه. حنعرف للصدفة. لو مريض قلب بيكون عمره كبير. اجمالا. خمسين ستمين ميملوقات. او قد يكون عمره ونزير اكيد. هيدا المريض بالزيت ما نفكر كتير مزبوط. اما نعطيه اي نوع دواء للاعصاب. لانه في ادوية اعصاب تنعطيه قد ما بدك. كل شيء انتي دي بريشير بيعطيه قد ما بدك. خصوصا السيبرالكس لانه هو مخصوص لأدوية القلب. وكل شيء ادوية اه للنوم تنعطيه. تيب ستينلوكس. تيب كزاناكس او تيب الكترين هودي المشروعين عنا بالبناء. بل ادوية كل شيء تيب تيب ممنوع ينعطيه اللي ما ينحكيه مع حكيم. خصوصا الروية او حكيم القلب. نعم. بدي استقبل اول اتصال معنا بالحلقة. عالو. عالو مجور. مجورين تفضلي. بدي اسأل دكتور اه انا اليوم كنت بالجام وانجق من الصيعة بلشت عالتريند منو صار عندي واجع قلب. دي عمري. وكان في عمري تلاتة وسبعين. بالضخنة? لا مبدخن. هندك سكري? уولوش. لا ما عندي سكر. سعل لي ضغط. بلعيلي عندك حدم بالقلب? نعم. دي عالة عندك حدم بالقلب? لا ما كان فيها حدم بالقلب. ما كان فيها بالرس. كله ورس ونات الضغط. الضغط وتو وكلها ولا هيك شغلات. بس انا عندي ضغط صارلي من شاشرين سنة. وضغطيه امرقله. المهم كان في هونيكي شباب رسول بالاحمر اتجوا اخذوا لي ضغطيه ضغطي واضافي لا ضغطي عالي شوي. بس عشو بدل هالشي. اول الشي بدل هالشي انو مو انت تعمل رياضة بعمرك اساسا من عمر الخمس وخمسين سنة او حتى من الخمسين سنة بلا ما تعمل فحصات القلب. يعني اي مريض احنا هلا الشباب بيجوا يفوت يعملوا رياضة عاملون عشرين سنة بيجبرهم يعملوا صورة صوتية ومجهود بركي في عندهم شي مخبر. اول شي كامفروض دين عمل الفحصات اسمه انت تشوف ازا انت ضغطك بالا على المجهود يعني انت ازا قاعدة بالبيت عالتليفزيون وبتسليه مبسوطة ببيتك مش هي على ضغطي بس تعملي ستريس حيالا ضغطي. وركي تيوي ستريس. بفروض هلا لتعملي. ايه قامت اعملي. انا عاملي فحص مجهود وعملي. من قامتها. الايكو منشي ستة شهود. عظيم لكن خلي لكن الجملة اللي حكيناها قبل فادة العالم غيريك برافو عليك. لكن انت مرة عندك ضغط وما تكشف لك فحص المجهود. يعرفتي كيف? بس طلي عندي بالتخطيط وبالفحص المجهود وبالاكو هيدا انه تكلس بالشريانة الابهر. وتقطيش بدقات القلب. شو بدلين? اما كان مفروض بفروض بفروض تبع عليكي مدام. هالف حوصات ضروري. ضروري تبعتيلي هون على الواتساب على خدرة من السنترال. تبعتيلي هون على الواتساب حوصات اللي صارت عندي. ودوة الضغط اللي عم تخديه وعم تخديه حبة الاسبيرين? نو ما عم باخد اسبيرين. عطيلي هون الفحوصات باللي شو تعمل? مع بوض. قلي ما في داعي تأخدي اسبيرين. يعني تلاتة وسبعين سنة ما في داعي ناخد اسبيرين. انا بني اخد اسبيرين. باي عمر. دكتور ما بعرف. بس انا واحد ما يكونوا مكالسين يشريينه. ازا واحد ما مكالسين يشريينه وعنده قطش بالقلب يعني عنده ريسك يعمل جلطة اكتب غيره ثلاث مرات. قامت انه ياخد الاسبيرين. بس سؤالي انا بدي اسأله بدي اسأله لا استاذ ماتيماتيك مش لحكيم. كالوجيك يعني. اه اه اه. هلأ بعتيلي الصورة الصوتية وفحص المجهول وشو عم تاخده على الواتس اف مع بويس. شكرا لاتصالك رقم دكتور توني نعمي متوفر على سنترال صوت لبنان. ازا امكن تتصلوا على الرقم الارضي للازاعة وتحصلوا على رقم دكتور توني نعمي. مش كل شي بده الطب ولا دراسة. هالطب درسنا من 28 سنة. اكيد انسينا التفاصيل طبعا. درحنا درسنا الباز كيف بتفكر وشو اساس الباز طبعا. هادا من سنة. بس كل الطب بتغير وقت دراسناها هلا. بس في شي اسمه منطي. اي اسم منطي? انت جسم تباعك من عمر 21 سنة يبال الشريان يكبر. انت جسمك عطول في جلطات ماشي اهم شي ما تتجمع. طب كيف اكلم ناحة تجمع غير بالاسبرين. اذا 73 سنة بعد ما بلاش هناخد حبيل اسبرين اذا ما عندنا مشاكل نزيف او شي والارجح تسع عشرين من العالم ما عندنا مشاكل نزيف. لان بنعطيهم اسبرين كل نسوا. كل يمكن الف مريض طيس هي معنا مشكلة صغيرة. بس ابيها المشكلة صغيرة بمخلصين مئات المرضى. مريض عنده عمره فوق الخمس وخمسين خصوصا ازا بدخين. وخصوصا ازا عنده سكري ضروري ياخد اسبرين. اذا ما عنده بالستين وطالع مجهور يكون اخد اسبريني. انا بعطيهم للخمسين وطالع بكل رياح الضمير اسبريني اطفال بيمنع الجلطات تتجمع مش ايه ما تعمل جلطة على راسك او شي. هل ما انا عملت واجع الصدر. فيكون جلطتين جمعو مع بعضهم. تفقوا مع بعضهم فاتوا عندها يا عالقلب يا عرية. هي فيكون بس ضغطة علي عملت هديقة النفس. مش ضروري كل شي انا بحكيه بيكون مهمية مزبوط. بس انا عطول بعتبر اسوأ شي صار تاوصل للمنيح. نعم. بيشكل شي انا بحكيه بيكون مهمية هدا هو بس انا بعتب ازا خدت احتياطاتي بدون مقزل المريض شو بخصر. انا بعتبر عطول بالقلب بخصة بعمل كبير هدا اسوأ الشي عم بصير. بياخد احتياطي مصار بكون اعطي الدواء ما بيقزي. اهم شي طاعتي الدواء ما بيقزي ازا ما بفيد. الاسبريني ازا انت ما عندك مشكلة. في محل نزيف او شي براجل جرحت حالة بنزف الزيادة خمس ثوانة. طب ما انت كبص خمس ثوانة بس ما ابيلا بتجرح حالك انت مرة كل عشر سنين او مرة كل سنة يا خييه. بس بنع الزلطة مرة كل ديئة. انا اشوف شو عم نربع. ازا طلعت ازا طلعت بالسيارة على توسرات فينك تعمل اكسيدون بس اطلعت بقضلعت ببيتك بدا بريس. كل شي فيه بس اهم شي الافادي اكتر بكتير ان يخد الحبة. الاسبرين البعض الاطببة بيعطوه يوم ايه يوم لا? هو لازم يتنقلوك. ما في دول دول ازا دول ازا لايف طبعا الاسبرين تمانية وعربين ساعة بتعطي يوم ايام لا. طبعا لايف طبعا اربعة وعشرين ساعة. والاربعة وعشرين تاني شو بتعمل? بتتفرج عليه? ايه بالاخير فهمتها لي انو الاسبرين بكتي اخده كل يوم تبضل انت سايا الدعم. هلا انت ازا وقفت الاسبرين بضلع اربعة ايام جسد ماكس حيالين فيه. بس بيكون عم بيعمل هيك يعني بصير عم بردهوق دي البلاكات بصيروا يهربوا لم بيكون هالجسم شوي ضاعف طبعا بشي خلينه يتجمعوا مع بعضون. بدك تعطيه نفس الوقت تايمة على البلاكات تهين يتجمعوا مع بعضون. بس عم بتاخدهم بعد اربعة وعشرين ساعة بيضل مفعول الاسبرين ببعض عنده سكر وعنده بالقلب. اذا ما بيدخن ما عنده اي مشاكل صحية? بعد الخمسين. بعد الخمسين لو ما فيه مشاكل صحية? بتقلي واحد بتقلي واحد بيركد كل يوم ساعة او انا محب بركضي بيمشي كل يوم ساعة. رياضي سبورتي بحياتي مش مدخن كذا 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 كذا. ونفس الوقت بيشرب شوية الكل او الكل بساوي السايرين. قال ليه ما الخمري يفرحوا قلب الانسان. هايدي من قالت عمشي لانسدقني هايدي ان اللي بيشربوا الكل شوية. بيكون كتير نوع عشرين وغير ما بيشربوا الكل. ازا كان ما عم بياخدوا اسبرين. اللي بياخدوا اسبرين بيسيروا كأنه احسن من شرين الالكل. مش عمش اشجع عكيد عشار بالالكل. بس احنا ازا واحد بيعمل كل هاو دي وبيشرب كاس الكل من عشية. حيضا انا عمسئولتي ما بيدو اسبرين. ما في راجل بالطب مية بالمية. بس بدك شوف مين فيه هاجب هالاييم. كان في واحد عمروا خمسة سنة بها الحياة السليمة وجسم السليم. ثلاثة ربيعهم. يا عم بيسهروا يا عم بيام اهورين. يا راحوا مستيتو بالدنوكين. يا عايشين بالبني. مزيل ازا عايش بالدنين عندك سترس. بشان هيك انت هاو دي خمسين سنة غير خمسين سنة عايش بالسواد. فبتال اي. كل مريض شكل بحث اجمالا شو بدي من الخمسين سنة. اي مريض اي مريض اي مريض عنده ريس كي عمان زلطات. شو يعني عنده بحياته كل السرور او ضغط او سكر او دهم بالدم او بالعائلة او استرس او نصاحة او نوع شغله ما فيه ماشي. او كل هاو دي غير ما يكون قبل خمسين سنة فبتكبركم كل يوم ساعة بالسواد بيترابع بسويسرا وبيتغضى بالنروج. كل واحد شكل. بفروق. اجمالا بس بعد الخمسين سنة المريض مفروض ياخد دوسائلة. نعم. نستقبل الاتصال. الو. الو. تفضل. يعطيك الله عافية. الله يعافيك. اه بدي اسأل سؤال بس دكتور. نعم. اذا عم بياخد دوية الشهلان طبعي والامبلور وكل شي. اه اذا بحق اللي اشرب كاس بسكي هند عشية? ضريعة. ضبيعة. طبيعة. مع الدويات مع الدويات يعني مش 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 انه مش انه اه مش مع الدوية. مية مية فيك تشرب كاس شو ما بدك? يا كاسين وسك صغار. يا كاس مبيد كبير. يا كاسين حياة لنوع فوتكا او جين صغار بمقبولين جدا نساو عميب اي مشاكل. اوكي. اهمش تكون حمي معي التارج ما عندك مش غير بالمعدة. شكرا لاتصالك يا رأي بينتهي بي. اهم شي كمان ما يقول الالكول مضروب يا جماعة. كمان اللي انا في حاجين يبقى تكون شغلي منطقي عميحكي نحنا ضمن الاطر المنطقية. نا. عبر المرسل على الاتصال. وقت قالوا بالايديل ما كان فيه خمر مضروب بقليل زالية. كنا عايشين على على البساطة. مزبوط. اه معي اتصال يلا رح ناخده. مرحبا. مرحبتين تفضل. اه نشكر الدكتور عن المعلومات القيمة ومهدوم. اهلا وسهلا فيك. تفضل شو سؤالك? هل الاسبيرين بيأثر على ترقق العظم فينا ناخده? لا لا ما قالوا عليها. اه. ما قالوا عليها ابقى هلأ انتبه لانه اندي راكتو موي يعني اذا واحد بيحسن المشي الدم والدورة دموية بجسمك. دورة دموية. بيتحسن كل شي بالاخير العظم والعضل والا وكل شي بتاخذ لي من فاقلة تحد بيزبط لزال عميوس انه بالاخير مباشرة ما قالوا عليها. انا كنت اخر بس قالوا لي لشو هم تاخد مين وصف لك فيش لزوم. انا عمري يعني فاقل ستين يعني. ام. قالوا لي هاك بتوقفتو. هلأ برجع بياخدو في اخر. اي 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 اكيد هو دياب الدنيا وردتو يبين مقهورين منك خدو عالجيل. اوكي مرسي كتير. اهلا وسهلا فيك اتصال اخر. الو. الو. تفضل. اه حكيم سؤالين. الاول ع حضرتك عم بتقول انه من بعد الخمسين لازم يخل اسبيرين. مش الافضل يعني بالاول رفحت الدم للبلاكات. هي اول نقطة. والسؤال الثاني. هل دو الكوليسترول بيعبي السكر? بيعلي السكر بالدم? ولا بتريد حكيم نقدي هلا? تاني سؤال تاني سؤال اكيد لا. ما بيعلي السكر ابدا. اول سؤال عدد البلاكات. ازا عدد البلاكات فيكم بال خمسين وبال ميتان وخمسين اهلا بيكون نرمال. عدد البلاكات ما بهم هو ما بيضاع ما بيخفف البلاكات. وما بي موت البلاكات. وبيمنعهم يتجمعوا. يبيمنع التجمعات. ممنوع المظاهرات للبلاكات. قد ما كان عددهم ما بيأسر. هاي بيشتغل الوحيد اللي بيعمل الاسبيرين. وقليل جدا 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 ذاك وعندك مرض هلا قدي دم. عنده بلاكات. تاني الشي انا امراض هالدم نشوفها عند الولايات الصغار. عند اللي عندهم مشاكل جينية. عندهم عندهم مشاكل امراض دم. احنا على مريض القلب جي اللي عمنا اجمالا تسعة تحليمية بيكون البلاكات عنده تقريبا نورمال بين الستين الف وبين المية وعشرين الف اللي هني هاودي ما في اي مشكل فيهم. صدقني نظريا اكيد ازا واحد عنده بلاكات تحت تلتي الف احسن ما ياخد لان ما عنده بلاكات لا يتجمعوا. يا عدد متظاهرين الليل. بس انه في حال تجمعوا حتى تلتي الف يعملوا زلطة. الاسبيرين بيمنع بس تجمع البلاكات. ازا مريض نحنا اجمالا تبه ثلاثة ربائع الوقت للمريض اللي بيجينا عنا مرقلات دهر. مرقلات كل شي بها الدنيا. اكيد بيكون قيمة الفحص بلاكات بيكونوا نرمال. ازا كتير البلاكات الواطين ما اكيد يجب ان يوقفوا بس هاي دي كتير كتير قليلة. شكرا اتصالك نستقبل اتصال اخر. ممجورين تفضل. بس شيء يسأل دكتور اي ساعة يجب ناخد الاسبيرين? ساعة لبادك شوف انت ساعة لبادك ما بيأثر اهم مشكلة مرة بنهار. ونفس الوقت تعريبا. يعني مش انه الصبح. لا 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 الصبح ظهر عشي ما عنده مشكلة الاسبيرين نفسيته حلوي. شكرا. اهلا وسهلا فيك. رح روح لرسيل المتابعين. قبل في اتصال رائم بينتهي بصفر اربعة وثمانين. بونجور دولتون. بونجور انتفضل. سؤال بس انا عندي بيأخذ دوا ضغط الصبح وعشي وعندي ملوحات عالي شوي. بيأخذ. لإذا بيأثر. اكيد. هيدا بيعلي الضغط. مرة مرتين. هيدا بيعلي الضغط. ما فيك تاخده الانتيانف BLM مش دواسلي ي. lentiếu الماثور مش دوا مثل الباندور. الانتيافلماتوار مش متل السولبادين او متل اي دواب العطيك او متل ميزورول او متل اي دوا. بيأثر الضغط بيأثر على الملح بيأثر على الكلة على المدى الطويل. الانتي انفلامتوار ممنوع ناخده اكتر من خمس سنين بناء ما نقص على الحاكيم الضغط او القلب تبعنا. الانتي انفلامتوار دواء كتير منيح كتير مفيد بس تير خطير عند مرة الضغط والقلب انك تاخده بدون ما تراجح حاكيم القلب تبعك تيعمل لك مع الدواء اللي عم تاخده. ضروري جدا. شكرا لاتصالك اتصال اخر. الو. الو. تفضلي. اه بونجور. بونجور اين? بدي احكيم على الحاكيم. تفضلي. اه حاكم بونجور. اهلا. اه بليز انا عملي عملي الفانسير. وعندي فاريس باجري. ام. اه عم بيخد دفلون بس ما عم بيخد دول سيالين. ام. لازم ايخد اونا. مدى عمريك? بالسبعين. مدى عمد دفلون دسارك عم تاخده? ام من الشرطوية يعني. وحيات ساركيس فيديك شي? بس انا عم ياخد دواء ما بيعملنا شي يمكن يقزينا. ياتي. تاخدي حبة اسبرين تنعلك الجلطة هيك عم بتعرضي حالك لجلطات. ايه بس انا عندي واجعة بمعت الاسبرين. يا اختي جيبي بلافيكس. جيبي اسبرين محماية. اه. بعد ازا عندي واجعة معتك وفض دويك. واجعة المعدة اسبرين اطفال بتعافش هنا يا اسبرين اطفال يعني ما بيقزي لا ازا انت عندك شي. كل يوم حبي? كل يوم حبي اسبرين اطفال بروتك تكون مصور. ازا كتير عندك واجعة معدي عالقه. حال اسبرين الصغير خدي حبي تكلوبيتو جران. ضروري تخلص مسيلة ده. او هم تخد او برو 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 نينا كمان للا اطفال الالب. برو 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 نينا? او. او ضوة كتير مني بس كمان هدا قديم بيعمل سكري. انا في صار اديو اجدد منه. او. ازا عاملي صورة صوتية او مجودة او تخفيط. او. او بعتليهم مع الدوة طبعك على الواتساف مع بويس. اوكي? شكرا لاتصالك على السلامة يا رب. اتصال اخر الو. لفتها بساركيس عرفت بيساركيس اي شوشتني انا كامل. اصحة السلامة. الو. ايه بونجور. نعم. بدي اسأل دكتور بس انا عملي تسعة وستين سنة. او قد كنت طالع على الدعج يجعوني ركابة. ام. وابحس بشيغرها. انت ناصح? مش زيادة. ايه بتكون اه هدا نوع من رياضة بكتعمل الرياضة. كيبا بيكون شوي اه شو اسمه ضعاف. بدك تقويهم بالرياضة وبالسبورت تعمل انواع ضعف جسمك. انا اي انا وطفل يعني كان عملي بالناعش او اكتر شوية على شوية اه صار معي ديء مفاصل. ما عم بقل لك الكيباك ضعاف. بدك شوف حكيه بعضه وما مفاصل. اوي لك يوم بس ما بقي تقويه. بدك بقى بينهم تتحمل تتحمل الخففة بكت ضعاف. وتعملوا انواع سبيسيال من الرياضة معنا من اشغلتي يعني. اوكي. كيف? سلامت قلبك. شكرا لاتصالك دكتور. انا فوق الرقبي انا فوق الرقبي. فوق الزنار انا. انا فوق الزنار شو بتكون فيه تحت الرقبي. اه 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 هلا سؤال قريب على الزنار. اه. هل اه مرضى القلب او الضغط بيقدروا ياخدوا مؤويات جنسية? اكيد. اكيد اكيد اكيد. لانه اصلا هون الاخترام او مؤويات اخترام او لمين? للي عنده مشاكل شريين او ماوي او شيكل ضعف. لانه انتي ما فيك تيخدهم عند الشباب انك بيحيجي لقلهم. انتي المريد الشريين. مريد الضغط ومريد القلب شريين هو مريد شريين. مريد السماوات كمان. بس مش مريد شريين. بس يكون له شريين مرضة. مرض شريين عطوه بلش بالقلب. اذا انتي عندك مرض شريين باجراك او برقبتك او بالعضو الزكري تبعك. باش ما اقول يكون بلش هالمرض الا ما يكون بلش بالقلب. يعني اذا المريد شريين اجراه عندهم مشاكل. بيجو قليل يعملوا تمنيه لاجراه. ما بعملوا بل ما عملوا القلب. لان اكيد بلش المرض من فوق. هيدي مرقناها. تيمي الشي. دواء الجنسي دواء الجنسي انتي مريد الشريين تبعك. انتي العضو الزكري عند المرأة ما في هالمقويات الجنسية. في مقويات سبيسيال بنحكي فيها بحلقتين. نعم. بس المقوي الجنسي عند الرجال. اه هو له علاقة بتزبيط الدم تيقوى عن عضو الزكري. العضو الزكري هو اللي بيمشي فيه الميكانيس بتبعه. الميكانيس بتبع الانتصاب عند الرجل. انه يقوى الدم بقلبها العضو الزكري. شو بنامج الدم؟ نشرين. اذا شريين انتي عبانين كيف بديو يصار الدم؟ بديو يصار خفيف. الانتصاب حيكون الخفيف. اول شي بتاعي عمله بتاوي حد دم طيو يصار لهونيك. اذا خدت دا حدو ولا خدت اسبرين لوحده او جنسي بيسيل الدم الزيادة بيمنع البلاكات الجنانو بيصير الدخول الى العضو الزكري اسرع بالدم ما يكون البلاكات مع رئينا الوضع. هيدي اول الشي. تاني الشي رياضة بتير مهمة. وتاني الشي واحد يكون عنده سكري. هيدي بدون يضبط السكري اب ما يضبط الوضع الجنسي. بالنسبة لدوة الجنس اللي بتاخده عند المريض ضغط. اي دوة جنسي فيك تاخده عند اي مريض ضغط عشان ما يكون ياخد لا ديري فينيتري ولا كورفازال مولسيدومين يعني هالدويان الواحدين ازا عم بياخدون ممنوع ياخد مو عن دوة لتنشيط الجنسي. باش لانه بيضروا مع بعضون لانه بقشتولوا ضغطوا اثنينيتهم فيوسة ضغطوا للصفر واعب الارض. بشان هيك اي مريض بدو ياخد دوة للجنس كلهم فين ياخدوا بس ياتي خبر الحكيمو يوقف لهالدووين يعطيش يوقبيلون يعطيش متل فسترالي يعطيش متل اه نيكسة بيعطيه متل هالشغلات تا مش يناخدوا معا. لكن مريض القلب متل ومدل غيره مفروض احنا مش نعايشو زيادة اكيد الله بيعايشو مش مفروض احنا نساعدو تعيش زيادة بس يعيش بالزاوية. بدو ايش مارش شو ما بدو ويعمل شو ما بدو بياخد دوة اللي بدو ما بتنأذب واحد بميلا لانو اخف من مؤدى والضغط. بس باعتدال. عم نحكي نص حبه عم نحكي حبه. ولانو في عنام بقولوا اذا كترنا حبوب منقوة جنسيا يعني بدي ياخدها باعتدال. يا خيال انتبه هيدا بيقوة جنسيا بس باخوات عقلية مش معقولة هيدا في شي غلط طبعا. عم نحكي الحب اللي هي عيه عشرين ماكسيموم. اوكي. تاخدك ثلاثة ايام او حبه خمسة كل يوم. اذا عم تاخد حبه خمسة كل يوم على سبعين سنة ما كأنك عم تاخد شي وبفيدك وبيفيدك بياخر لك مرض البروستات بيوسع لك مجرى البروستات بيوسع لك الا بيوسع لك الانتصاب. اول شغلتان مش اكيد منهم بس اجمالا اللي عم بياخدوهم بتحس انهم عم بياخروا البروستات. بس انت اكبر دليل اني عم بحكي شغلة كتير هينة كتير م يعني هو الرئيس طبع هاوضي الشغلات السياليز والفياجرا ما دي شو. مع خبر ازا مرة مش رجال عمرة اربعين سنة او تلاتين سنة عنده ضغط بالرواية. تعرف شو الدواء طبعها? تلات حبيت تلات حبيت فياجرا بنهار مية. ها المرة بتاخد كل حياتة تلات حبيت فياجرا تايز ازول الضغط. شو بيقزية? ماشي. يعني هيدا دليل بس ازا عم تاخد الفياجرا وعم تاخد دواء بنزل الضغط ما فيها تخدوه مع بعضهم. اتي ازا عم تسأل حكيمك فيك تاخ اخد بدك يا عم عطيك مسألة كتير بسيط في عندي مرضى ضغط رواية. بده الحب او حبتان او تلاتي فياجرا بنهار صارن عشر سنين. سايد افاك تابعون شي. ازا عم بيخطوا ببانا دول بيتأزوا اكتر. ارجيك انو الدواء اللي هلأ صار بهذا ايام كتير سيفتي وكتير مظبوص اهم ما شي تعرف تعطيهم. او الدواء الضغط ازا عطيته لحكيم لمريض ضغطه اه مزبوط بس عنده مشاكل تانية بتغلط فيه. بشن هيك في سبعين ضواء ضغط ب بلا ما تعمل صورة صوتية لتشوف عدد القلب. هل هي ترى هي بتحمل هيدا الدواء ولا هيدا دواء ولا هيدا دواء بحسنه ولا لا. المجود كما ازا عنده قطش ما عنده قطش. ازا قلبه سريعة بس يمشي. ازا مس سريعة بس تمشي. كل الهودي بتجمع مع بعضهم بطريقة سريعة فبتكيف. ومشن هيك الحكيم مش حافين يحطوا محلو الزكرة الصناعية لانه كتير مهم تشوف المريض وتحكيه. لو اعطيته المعطيات لا اي حكيم او اي كومبيوتر او زكرة الصناعية ما في يقول لك انا شو بك تعمل الا ما يحس فيك شو عم تعمل. اتصال. اه. حبا حكيم. اه. سهلا تفضل. اه في بس سؤال ازا بتصيد عملت سكانر. اه. بالسكانر بيقول لي في بريزانس دون امبورتانس دون امبورتانس اه سورشاج اتيروماتوز كالسيفي ديزيرتير ابدومينال برينسبال. اه. اللي هو عم يقول هيدا شي طبيعي. ادي عمرك. دا عمرك. تلاتة وسبعين. دي. ايه كمي خلص سؤالك. اه نعم. دي. بدي خبرة خبرية. ما حدا بالعالم ما عنده تكلس او نشاف. ما حدا من عمر ذو 21 سنة. العالم لعندها تكلس ما ضروري كو عنا تسكير بالشريين. والعالم اللي بتسكير بالشريين مدروري يكون بدي عندها تكلس. يعني إنا بيقول لك حال أنت عمل سكان unpacked. حكيم عملنا كورس كامتن لها تكلس بالشرين شو منعمله؟ شوية انسيدنت. بدو قل له اعمل ميل. طب لشو انا بدي اعمل هالكوروز كان? ازا انا هالكوروز كان كل شي بيعمل لي ايه? انو بعمل ميل او ما بعمل ميل. لمن انا بوجعني صدري او انا بشك انو عندي بالقلب بعمل دغري تميل. الميل مش باش بيارجيك مية بالمية النتيجة. ما في شي بيارجي بالعالم النتيجي الا تميل. تعالك شرين شو بيه? مش بس بيارجيك ازا مساكني ولا لا. بيارجيك نوعية شرينك من جوا. ازا بتعمل بعدين قلب ولا لا? مقبيلة ازا حكيم ابا ضايا عم تاخد بين عشرين وثلاثين سيسي من الدواء اللي في قلبه ملح وبينزع الكلوي. بينما بالكوروز كان عم تاخد ميتان سيسي من الدواء. عم تاخد الصورة ساعتين. عم بيخفو لك نبض قلبك ازا نبضك السبعين تطلع الصورة مليحة. والنتيجة طبعة ازا تطلع في عندك شي احسن تعمل ميل. ما عم بفهم انا كيف اي منطق مريض بروح يعمل كوروز كان بياخد ميتان سيسي دواء. انت يشوف ازا بيعمل ولا ما بيعمل. مقبيلة ثلاثين سيسي بالدواء. ازا حكيم ابا ضايا. وزيرو ريسك. رفت كيف يعني هيدا ما ايش عم فهمها. بشين هيك التكلس بالشرايين اكيد مهم تاخد له دواء. مهم انك تهتم انه قد ما فيك خف في الكلس. بس مشكل واحد مكلسين شرايينه. انا عام انتي ميلات لعالم شرايينه مرسومين رسم بالصورة. قد ما في كلس مبين لقلب كله في مكان. مكلس كله سوا. الشرايين مكين في انسي دادو لواحد بالمية. لان من جوا الشرايين. الماميرو قدام مزحلط مثل الازاز. بشين هيك حيدي المامي من جوا. بشهم ان يتكلس بارا. التكلس ونوعية. بتل واحد شعر وشيب او مش شعر وشيب او اذا واحد شعر وشيب مدلو كونه اقرع. واذا اقرأ مالو لكم اشعره شيء. هؤلاء دي كلهم مطبطين ببعنون كل واحد شكل. شاك اقول لك انا الحكيم بدو يشوف كل مريد مريده كباكتش كاملة وهكا كل شيء كامل. اخر اتصال. بونجور. تفضل. يعطيكم العام. اه حكيم انا عمري خمسين سنة عم باخد اس بي كود حبة كذ يوم بعد يوم. الضغط عندي كتير منيح وفحصاتي منيح بس عندي شوية وزن زايد. منيح حبة كذ يوم بعد يوم. يو دخل؟. الدخل مش مدخل يعني شغيرتان تلة للمارس. عندك سكري؟ لا الحمد الله. بالعائلي عندك بالقلب? اه عندي بي حادث رس 나는. يعني عندك بالقلب. عندك عندك فحص ال التليلي tal العالي coronavirus? نا. ال 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 بديكون عندك تحت المية لأنوية بخشون بالقلب. اه، يعني على الحدود اذا اه 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 عن وداك بداك جيب تنزل ال 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 تحت المية بكتضعف شوية وخد حبة اسميني كل يوم على مسؤوليتي. مجوز مجوز شكرا لاتصالك اهلا وسهلا فيك الاختصاص في امراض القلب والشرايين دكتور توني نعمي اهلا وسهلا فيك عبر هوا صوت لبنان اللقاء يتجدد تلتة المقبل الساعة واحدة وثلاثة بتوقيت بيرون اهلا فيك مشاهدينا ومستمعينا غدا بالتوقيت عينو بيلتقيكم زميلة اندري داغر بحلقة جديدة من كلينيك بتبقى التحية مني انا توني هيكل وفريء العمل الى اللقاء